مساعي حثيثة نحو الدفع باتجاه إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية خاصة بعد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 الأخير في القاهرة على ألية لإخراج المرتزقة من ليبيا في عملية تدريجية ومتوازنة والذي تزامن مع مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا والتي أكدت على أهمية خروج القوات الأجنبية من ليبيا خاصة التركية منها وبعد أن تابعنا التصريحات التركية برفضها تسمية قواتها بالمرتزقة وإدعائها بأنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية بموجب الاتفاقات السابقة الموقع بين البلدين ناهيك عن إرسال دفعة جديدة من المرتزقة لليبيا بدل الدفعة التي غادرت والتي كانت بارقة أمل باستجابة تركيا لهذا الملف إلا أنها أثبتت للجميع إصرارها على إقحام نفسها في الصحة الليبية سياسيا وعسكريا بعد كل ذلك بات لزاما أن تواصل لجنة 5 زائد 5 التزامها بعقد اجتماع في تركيا وهو الذي كان مرتقبا وكانت قد أعلنت عنه سابقا وعليه عقدت لجنة 5 زائد 5 جولة محادثات جديدة في أنقرة بالخصوص وفي هذا الصدد أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان لها بأن ذلك الاجتماع الذي عقد بنا على طلب من ليبيا وبواسطة بعثة الأمم المتحدة ناقش خطوات إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا كما قدمت خلاله إحاطة حول خطة عمل اللجنة التي تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد بشكل تدريجي ومتزام لكنها لم تشر إلى أي خطوات واضحة لصحب قواتها العسكرية ومرتزقتها من ليبيا يبدو بحسب مراقبين للشأن المحلي أن التركية وبحسب سلوكها الحالي والذي يتصف تارة بالمناورة وتارة بالتمويه وتارة أخرى بالغموض يبدو أنها لن تتراجع على المستوى العسكري ولا عن أطماعها على المستوى التجاري والاقتصادي قبل أن تبحث عن ضامن حقيقي فضلا عن تأكيدات خبراء من الأمم المتحدة أن وجود المرتزقة في ليبيا ما زال يمثل تهديدا خطيرا للوضع في البلاد وذلك بعد تسلم أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريرا سريا بالخصوص في الأيام الماضية وكل ذلك وعداد وقت اقتراب الانتخابات المفصلية يوشك على النفاذ فهل ستتنحى تركيا جانبا أم ستظل تغرد خارج السرب رغم كل المطالبات الدولية في هذا الملف